محمد علاء أبو العزايم هو شيخ الطريقة العزمية الصوفية يقضي ساعات يوميا يقرأ أحدى هذه الكتب التي تملأ حجرته بمقر مشيخة الطريقة العزمية وتتنوع بين الديني والسياسي الانشغال بالجانب الديني لم يمنع أبو العزايم من متابعة الشأن السياسي خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها نهاية الشهر الجاري في مؤتمر النهارة في الإسماعيلية في ساحة من ساحاتنا برضو ونكلم مع أبناء الطريقة وأبناء الطرق لهم بأعزمنا الثانية على أنها لازم نروح للانتخابات حتى لو كنا مش هننتخب على فتاعة السيسي لأنه لو عدم الروح لا يبقى كتم للشهادة ويبقى الإنسان اتكى بذن وقلبه آسف الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي أحد أبرز محاور المؤتمرات الشعبية التي تعقدها الطرق الصوفية لتبقى تجمعات كهذه هي إحدى المؤثرات التي تدفع جزءا من الناخبين إلى المشاركة مشهد اعتاده المصريون حتى قبل قيام ثوات 25 يناير عام 2011 فالبعض يرى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تختلف عن سابقاتها من انتخابات الرئاسية أو برلمانية من حيث تأثير الدين على قرار الناخبين وهو ما دفع السلطات المصرية إلى السماح للأحزاب والحركات الإسلامية سواء سلفية أو صوفية بممارسة نشطتها السياسية أو الاجتماعية ما دامت تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حد قولهم كل هذه الجماعات تدعم النظام السياسي القام وتراهل أقدر على إدارة المرحلة الانتقالية وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الجماعات في حجد الأدباع للذهاب إلى صندوق الإقتراع خاصة في ظل تصاعد دعوات تدعو لي المقاطعة وتستند إلى فتاوى دينية وأراء دينية تكرس منطق القطيع في المقابل يرى أخرون أن الرئيس السيسي ليس في حاجة إلى أصوات الطيار الإسلامي الذي لم يعد مؤثرا في الشارع المصري بعد السقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين وملحقة المائة من أعضائها فكرة أن الرئيس السيسي في حاجة للسلافيين أو في حاجة للصوفيين فهو بهذه المسألة ليس مطروحة على الطاولة على الإطلاق لأن هذه الانتخابات هي انتخابات لتجديد الثقة من قبل الشعب المصري الذي انتخب عبد الفتاح السيسي في 2014 والآن في 2018 بينتخبوا مرة أخرى لاستكمال ما برقوا من مشروعات قومية يذكر أن دار الإفتاء أصدرت بياناً الشهر الماضي تدعو فيه المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئيسية كما انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الفتاوى غير الرسمية التي تحرم عدم المشاركة في الانتخابات الرئيسية مقابل دعاوى المقاطعة التي أطلقتها مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة دميانا سعد الحرة القاهرة